السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم بايدات قوتي او لومجا كيف ما كنتوا اطلبتوا مني اتمنى ان شاء الله تعجبكم بوصفات اللي غدا تكون سهلة التحضير اللي ما كنت تخش بساف ديال الوقت وكنشكركم بزاف 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 على التعاليق ديالكم وشجعتوني باش نزل لكم وصفات صحية اتمنى ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم وتفضلوا معي باش توفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله اول حاجة غدا نحضره هي الجبن حضرته يعني الصبح بكري باش كنوضعه في تلاجة هنا كنستعمل هاد الحليب هادة يعني كتجيبوه ممكن في الغيون اللي كيكون فيها اه كيكون فيها مشتقات الحليب اه يعني بحل الحليب ديال العبارة يعني ما كيكونش مباستر انا كنضيف لي هادة للتنسيم يعني على حسب الضوء ديالكم هادة كلها اضافات انا كنضيف دابا الزعتر غي باش كي يطلق مزيان في في الحليب اوه اضافت شوية ديال الحار شوية ديال الفلفل اه احتهو الفلفل ابيض كي يعطيوه حد لما دقزوين مهم هاد شي كله كيبقى يعني انا نسمت بالضوقة ديالنا وانتو ما تقدروا تنسمون هاد الحليب باش ما ابغيتو سوف يكنخلي هنا هاد جوج دياله الفصوص ديال التوم حتى هما كيبقوا اختياريين كيزولو ذيك الريحة اللي كدك الزفورية لتكون في حليب اللي كيكون فخي كيكون في واحد زفورية مني كنديرو معي كي تلقو غيش في الماداق وكنزولو من بعد هنا كيفما كتشوفو معي صافي غي كتطلع في الغليا صافي كي تكبد لنا هذك الحليب يعني كيولي على شكل جبن صافي غي كنصفيه كنجيب صفايا وكنصفيه وكي صباح تقريبا واجد كيفما كتشوفو معي صفيتو غدا ناخد كميه غدا نحطر بها يعني الجبن اللي غدا نستعمل هاد النهار وما تبقى غدا نحاول نخدم به جبن كريمي يعني غنزيد علي غيدة كل المال اللي كيبقى وصافيك نخدمه بالربو حتى كيولي حتى كيولي كريمي كيفما كتشوفو معي هاد غنستعمل هاد البول هاد على شكل قالب وغدا نوضعه في تلاجة هنا غدا ندوزه باش غدا نحضره حرشة ديال البلبولة أولى الشعير يعني كنا اخذو ديك البلبولة اللي كيقولوليها حسد شيشة غليضة واحد شوية كنا انا هنا يرقتها تقريبا شي ساعتين في الماء يعني كتغسلوها مزيان ومن بعد كترقضوها شوية ديال لما وغدا نضيف لها هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة البلدية انا هاد هاد الوصفة هادي هاد الحرشة هادي ما ما تنعبرش في صراحة حول كي نعبرت بوحد الكاس كبير استعملت زوج ديال الكيسان نحضرها دايما ما كان عبرهاش شمارات كنحضرها تقيلة وشمارات كنحضرها خفيفة سافيدة بغن خليها هنا يا باديك غدا نضيف لها المكونات كلها وغدا نخليها تخمر هتشوفوا معي دابا تفاصيل ديال المكونات بالنسبة المكونات غنضيف لها غي معلقة ديال العسل هاد معلقة هادي ممكن استغناء عنها يعني ممكن ما نستعملوهاش غي هي دابا اللي اضفنا لها مع القادية العسل خسنا نقص عليها مزيان البوطاية اصلا انا هادي ديال الشعير كيعجبني نطيبها مزيان يعني كنا نقص عليها البوطا وكنخليها بطيب بالمهل طبيعة الحال كنضيفه زيت زيتون حتى هوا كي نسمها يعطيها واحد لده وبالنسبة التنسيم ركت نسموها باش ما بغيتو يعني ممكن نضيف لها الزيتون الأسود جي مارس كنضيف لها الزيتون الأسود والأخطار و الزعتار فلي ويعني عندكم كامل اختيار انا باش كنجمعها بشوفان عندي هنا شوفان مطحون اولا لكن عندكم اه الشعير انا الدقيق ديال الشعير احتى هو يعني كتضيفه واحد اه اربعه ديال معلقات هاكده يعني احتى كي يجمع الا بغيتو المارس جيان عبر بالتدقيق انا ما كنعبره شوف صراحة كندي راغيها كده يعني شوفت العين وبحل الحرشة الاخرى العادية انا غا نسمها هاد المرة بالكامون والزعتر ممكن نضيفه فيها حتى استانو جي لك يعجبكم يعني هادة باقي البرد يعني ممكن نسموها بالعشوب يعني باش ما نسمتوها كتجي الديدة سافي من بعد ما وجدت دابا هاد شي كله غدا نوضعها على جنب ونخلي ديك الخميره تدير المفعول ديالها يعني اطلق المفعول ديالها يعني باش تخمر لي شوي انا كتعجبني تكون خامره اه الحرشة بسم الله على بركتي لغدا نحطره دابا واحد الكيكا اللي كجي لديدة بزاف لغدا نحطره ان شاء الله بواحد المكون عجيب لي هو القرعة ومولا كرا ما تتبينش بزاف يعني القرعة الاحمر عدنا ثلاثة ديال البيضات وعدنا معلقة ديال سكر الاسمر غي معلقة واحدة معلقة ديال العسل وعدنا ثلاثة ديال ديال الياوخت هاد اليوخت ديال الحليب ديال الماعز اه ما كيجيش لبنا ديال وبينه بالنسبة الناس اللي ما كيعجبهم مش الماعز انا ما كيعجبنيش وما بنش يعني المضق دياله ديال الماعز اه ثلاثة عدنا ثلاثة ديال كؤوس ديال حد اليوخت غدا نعبرو بهد الكاس يعني اللي استعملتو يعني لحسب الكمية ديال الكاس يعني وممكن اليوخت نعوضوه بالحليب هنا غدا نستعمل زوج ديال كؤوس ديال القرعة اللي كتكون اما طيبة في الفرن اما بخرة يعني ميكونش فيها لما اما بخرة ونكونو طيبناها في الفرن يعني مني نديروه نحضرو شي حاجه نخليوه حد شوية لهد الكيكا ها نستعمل زوج ديال الكؤوس يعني ثلاثة البيضات ثلاثة ديال يوخت وزوج ديال الكؤوس ديال هاد القرعة وممكن اننا نضيفوه حتى عصير البرتقال لهد الكيكا يعني ممكن تستعملو غزوج ديال يوخت وكاس ديال عصير ديال البرتقال سافي هدو هم المقادير وبالنسبة للسكر يعني كنت تضيفوه السكر على حسب الضوقة ديال لكم حنا ولفنا ما كان نستعملوش السكر بزيف يعني هادي احنا جاتنا حلوه هلا بغيتو تزيدو شوية ديال السكر ممكن هنا غدا نضيفوه ملعقة صغيرة ديال البيكاربونات باش غا تخمر لي هاد وهنا غدا نستعمل هنا هاد زيت الاساس ديال البرتقال بيو ممكن تعاوضوه بقشرة ديال البرتقال محكوكا هيا اللي غدا تنسم لنا وملي غدا ناكلو هاد كيكا غي يجيب لنا الله بحلا رغيم صيب غيب البرتقال هنا ثلاثة ديال كيسان ديال سميدا سميدا اللي كنحضرو بيها الحرشة هاد هاد زيت الاساس كيعطاو حد لده زوينه بزاف لهاد الانا ما كانش عندي هاد الزيت الاساس كنا نستعملوه بزاف ديال الحاجات وكنستعملوه حتى في المطبخ من اللي ما كيكونش عندي البرتقال بيو يعني لان البرتقال مني كيكون تخيطي را مخصناش نستعملوه هنا استعملت كيف ما كتشوفو معي ربع كاس نفس الكاس اللي استعملناه باش عبرنا بيه ربع كاس ديال زيت الزيتون وما كيجيش باين بالمرة يعني وخيكون عندكم زيت الزيتون مجهد ما تيجيش لان هادك النسمة ديال برتقال هي اللي كتطغى على على كل شي اللي كنبقا ونحسو بيها ولو انكم ضيفوغي القشرة ديال برتقال يعني وحد قشرة ديال زوج ديال برتقال ديال برتقال كتكفي سافي هنا غنوضعوها في الفرن يكون ساخن درجة ديال الحرارة ديالو تكون مياه وستين ولا مياه وسبعين حتى كتتحمرو كنزولوها هنا غدا ندوز بس غدا نسلق هاد الكستاني واقيله بالعربية سميتو وممكن مهم را نفس ربحالو بحال البلوط المضاق ديالو كي يشبه شوية البلوط كنفتحو غي بحال هكا شوية يعني لابغتو تسلقوه او تحمروه في المقلة كتدد غي كتفتحوه واحد شوية بحال هكا يا صافي وكت صافي وكت اما تسلقوه اما تحمروه في الفرن يعني ممكن كي تحمر حتى في الفرن او لا المقلات يعني كتنقصو شوية البطا وكتحمروه في الفرن هنا غدا ندوزه باش غدا ننطيب هادوك الحريشات يعني صافي كنا انا ما عنديش هنيال بالبولة رقيقة مبقاتش عندي هنستعمل غي البولة رقيقة الغليدة ومن الاحسن نقرسوها بالبولة رقيقة احسن صافي ولا بغيتو تستعملو الدوائر يعني باش نديموه باش اجيكم بقادة ممكن ولا تستعملوه او لتطيبوه حرشة كبيرة مش مش مشكلة انا كيعجبوني هكدا صغارين باش تلا شاطط ليا معليش كتبقى يعني احتل اليوم الغد وهد الحرشة هادي صبح الله العظيم كتصبر يعني كتبقى يعني ممكن ما كتكرم ما كتكرمش كتبقى احتل ثلاثيام ما كيوقع عليها حتى شي حاجة قدموها بزيت الزيتون والزيتون كتجي الجيدة بزاف حتى الجبن بالنسبة الناس صافي ضروري ما نكونو كناقصين عليها البوطم زيان لانكم كتعرفوا بان الشعير كياخد شوية الوقت غير بالنسبة الناس اللي ما عارفينش شعير كياخد شوية الوقت ما كيبغيش نجهدو عليه نحرقوه نكرموه يعني كيبغي نقص امليك نجريوها هكدا كتجينا ارطي طبعا ما تجيش حر ما كتجيش ناشفة وفي نفس الوقت ما تجيش معجنا من الداخل صافي كيش ما كتشوفه معي كنقلبها كتعطينا هاد اللون هادا لاننا وضعين فيها العسل صافي دب هادية المائدة ديانا بالنسبة المسمن هاد المسمن هاد اللي عامر بالكفتاء والقرعاء الحمراء نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل هاد الفيديو نسمن بالخميرة البلدية وهنا عندي هاد العشوب هادو جبتهم معي من شفشاون تحيي الناز ديال شفشاون فيها ريحان وفيها برد الدوش وفيها زعتر وفليو وبالنسبة للجبن اللي حضرنا في الصباح هو هادا انا وضعته في تلاجه احته برد مزيان يعني ضروري كي يبرد تماما عاد كنا نستعملوه قدمته هكذا بزيت الزيتون يعني كنسقيوه بزيت الزيتون او الزيتون مرقد تمنى ان شاء الله هاد الوصفات كلها تعجبكم بالنسبة للحرش احتهية هاد شي كله يعني ما تياخدش بزيف ديالوقت يعني سهل بسيط جدا اذا بغيتو موائد اخرى ان شاء الله اه قلوها لي في التعليق نحاول مرة مرة نتشارك معكم اه بحل هاد الموائد يعني موائد مختلفة وبالنسبة لهاد البطبوط احته هو بالخميرة البلدية احته ونخلي لكم ان شاء الله اه رابط دياله اسفل الفيديو وصلنا نهاية الفيديو اتمنى ان شاء الله يكون المائدة ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة